والآن نأتي إلى حل المعادلة 10 سين تساوي 30 ناقصا 28 هذه المعادلة سنحلها بالطريقة الآتية عندنا المتغير 30 وعندنا سالب 28 سنتخلص من 30 ونتخلص من 28 نتخلص من 30 وذلك عن طريق إضافة 30 إلى الطرفين هذه الآن 10 سين 10 سين وهذه 30 وهذه سالب 28 فالثلاثة سين هذه سأطرحها من من الطرفين سالب 3 سين سالب 3 سين نكمل الحل لاحظ أريد أن أتخلص من 3 سين فماذا أعمل أطرح السالب 3 سين من الطرفين من اليمين واليسار الآن 10 سين ناقصاً 3 سين 7 سين تساوي 30 ناقصاً 3 سين صفر بقت الآن سالب 28 الآن نقسم الطرفين على كم يا شباب نريد أن نوجد سين لوحدها هل نقسم على صالب ثواني وعشرين لا ممتازين أنتم ماذا قلتم نقسم على معامل سين وهو العدد سبعة يا إلهي أنتم رائعون سنقسم الآن الطرفين على العدد سبعة وهو معامل سين الآن سبعة مع سبعة تهبت بقي الآن عندي السين من سبعة على سبعة بقيت سين وهذا الإشارة سالبة وثماني وعشرين على سبعة يعطينا كم يا شباب أربعة ممتازين أنتم طلاب رائعون وهذا هو الحل هذا هو الحل أن سين تساوي سالب أربعة الآن نأتي إلى التحقق نتحقق من صحة الحل هذا تحقق بكون أن نأتي إلى سين تساوي سالب أربعة سين تساوي سالب أربعة ونعوضها في هذه المعادلة ثلاثة سين ناقصا ثمانية وعشرين هذه هي السين سأبدلها بقيمتها وهي سالب أربعة في الطرف الأيمن وفي الطرف الأيسر انتبه معي هذه عشرة هذا السين في سالب أربعة وهذا الثلاثة وهذا السين قيمتها سالب أربعة سالب ثمانية وعشرين الآن انتبه معي انتبه معي يا بني عشرة في سالب أربعة سالب أربعين ثلاثة ضرب سالب أربعة نعم شباب اطنع عشوة لكن بإشارة سالبة وهنا سالب ثمانية وعشرين هنا نضع استفهام وهنا استفهام لحد الآن لا نعلم عن المساواة شيئا سالب أربعين اطنع عشوة ثمانية وعشرين كم يا شباب أربعين بإشارة سالبة تحققت المساواة إذن سين تساوي سالب أربعة حلا صحيحا للمعادلة عشرة سين تساوي ثلاثة سين ناقصا ثمانية وعشرين وأشهر لكم استماعكم أيها الطلاب الرائعون يوسع ترجمة نانسي قنقصة ترجمة نانسي قنقر